طيب هنروح لفريق كرة السلة سيدات منتخب مصر لفريق كرة السلة منتخب مصر كرة السلة سيدات بيلعب بطولة أفريقيا دلوقتي في الكاميرون مجموعتنا غينيا والسنغال نجحنا النهاردة نفوس فوس كبير جدا 152 على غينيا 1000 مليون مبروك طبعا غينيا كنا خسرنا منها في الرجال ولكن كسبناها في السيدات وحاجة جميلة جدا جدا سداسي الفريق سداسي النادي الأهلي بيلعب في الفريق اللي هما ثرايا محمد وندين سلعاوي وفريده وقل ورانيم الجداء ونور علي طلعت ولده نافع من أصل 12 سهمه بشكل كبير في فوز الفريق النهاردة كان على قمتهم أو على رأسهم في الإحصائيات هي ندين السلعاوي اللي حطت النهاردة 22 نقطة بالتوفيق لمنتخبنا عندنا بكرة مباراة مهمة عندنا السنغال سنغال فريق قوي جدا بطل أفريقيا بيطلع عندهم لعبة محترفة في أوروبا بيطلعوا دايما فينال سيمي فينال فيعني طبعا إن شاء الله نكسب والنهاردة كابتل أهب الألفي عمل حاجة حلوة جدا عمل روتيشن ما بين اللاعبة كلها ما كانش الهدف منه إن يكسب بس لأ كان عايز برضو يريح لعبته أو لعباته عشان يروح على مطش السنغال فاي ويعمل أحسن نتيجة كل التوفيق عندنا ثقة في الفريق خاصة بيقوده مدرب كفر من ولاد النادي الأهدي كابتل أهب الألفي وطبعا كل المنتخب لي مننا الدعم والتأييد إن شاء الله ويا رب بيعمله نتيجة أفضل من منتخب الرجال لأن الحقيقة المنتخب بيضم مجموعة جيدة جدا من اللاعبات واللي أشاد بيهم حتى لاتحادي الدولي منهم ثورية محمد كل التوفيق لفريق كرة السلة أو منتخب فريق كرة السلة للسيدات شكرا